هذه التوبة تكون لما يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى لكن الذي ترتب على خيانته مثلا مفاسد ملحقة بالناس نعم نحن نقول التوبة نوعا هناك توبة تنفع ديانة وقضاء وهناك توبة تنفع ديانة لا تنفع قضاء يعني مثلا ساب النبي صلى الله عليه وسلم لأن إنسانا سب النبي عليه الصلاة والسلام ثم تاب هذه التوبة عند جمهور العلماء تنفعه ديانة ولا تنفعه قضاء يعني لا بد من إنفاذ الحد فيه والحد فيه القتل والحد فيه القتل لأن الحق هنا قد تعلق بميت وهو النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن الأذى قد لحق بعموم المسلمين ولا يمكن استعفاؤهم واحدا واحدا لذلك قالوا لا بد من قتل هذا على رأي جمهور العلماء فها هنا لو أن إنسانا أيضا مثلا زنى عفان الله إياكم وأقيمت عليه البينة ثم تاب توبة صحيحة هذه التوبة تنفعه ديانة لكن لا تنفعه قضاء لا بد من إنفاذ الحد ها هنا أيضا هذا الذي خان خيانة ترتب عليها مثلا أن تقصف بلد فيقتل مثلا من جماهير المسلمين الجم الغفير وأن تهدم المباني وأن يحصل ما يحصل ثم بعد ذلك علم بأن هذا هو الخائن وهو السبب بعد ذلك تاب توبة صحيحة فيما بينه وبين الله تنفعه لكن المصلحة تقتضي إنفاذ حكم الله جل جلاله فيه وتعزيره تعزيرا بليغا ولو وصل إلى القتل من أجل ردع غيره أن يتعاطى مثل فعلي وإلا ضعاف النفوس سيقول والله أنا أفعل ثم بعد ذلك وإعلن توبتي وينتهي الموضوع نعم